إذا أردت إتقان تجويد القرآن فعليك بتعلمه وأخذ أحكام التلاوة عن شيخ متقن تسمع منه القرآن وتعرضه عليه ومن أعظم معلمي القرآن أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان من الربانيين أهل القرآن قرأه وجوده ومهر فيه وبرع في حفظه قال السلمي علمني والد القرآن وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزى معه وكان رجلا صالحا فاضلا ثبتا في القراءة والحديث وكان أبو الأحوص يقول خذوا منه فإنه فقيه أقرأ الناس في المسجد أربعين سنة محتسبا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال ذاك الذي أقعدني مقعد هذا وكان يعلم الطلاب القرآن مقدارا قليلا كل يوم حتى لا يثقل عليهم ولا يتفلت منهم قال إسماعيل بن أبي خالد كان أبو عبد الرحمن السلمي يعلمنا القرآن خمس آيات خمس آيات ودلنا على منهج يسير للجمع بين حفظ القرآن والعمل به فقال حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا وكان يشجع طلاب العلم فكان إذا جاءه أحدهم أجلسه بين يديه ووعظه وأمره بما شاء الله عز وجل أن يأمره ثم يقول له ما أعلم أحدا أفضل منك إن أخذت بما تعلمت وكان تقيا عفيفا لا يريد على تعليمه القرآن دنيا فقد بعث إليه أحد الأثرياء مهلا لأنه علم ابنه القرآن فرده وقال إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا توفي أبو عبد الرحمن السلمي سنة ثلاث أو أربع وسبعين للهجرة فرحمه الله ورفع درجاته في عليين ترجمة نانسي قنقر